بسم الله الرحمن الرحيم وقدر فهدى وشرع فأحكم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له القائل في كتابه الكريم الذي أنزله نورا وهدى للناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أشهد أن عبده ومصطفاه وخيرته من خلقه من أرسله الله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم سيد ولد آدم وشفيع الخلق في عرصات القيامة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون نحن في أشهر الله الحرم وفي أشهر الحج التي عظم الله شأنها ورفع قدرها واختصها بهذا الفضل العظيم الذي لا يوجد في غيرها كما قال جل ذكره الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب إن الحج أيها الإخوة فريضة من فرائض الله التي ألزم بها عباده وجعلها أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم ومنذ أن فرض الله الحج على المسلمين فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين والأمة المحمدية تتتابع على أداء هذه الفريضة وأداء شعائرها في المشاعر المقدسة التي كرم الله وشرف هذه البقاعة الطاهرة بأن جعلها حاضرة لها فيها ففيها الكعبة المشرفة بيت الله الذي لا تصح الصلاة إلا باستقباله في أي مكان على وجه الأرض والذي لا يتم نسك الحج أو العمرة إلا بالطواف به وفيه الحجر الأسود الذي يشرع استلامه وتقبيله تأسيا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبجواره المسعى الذي لا بد لكل حاج أو معتمر من المشي فيه وزمزم وماءها المبارك ومضاعفة الصلاة في المسجد وما حوله الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة وعرفات ومزدلفة وميناء والأجور العظيمة والدرجات العالية لمن أدى هذه الشعيرة كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وكما جاء فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فلغرابة أن تكون هذه البقاع ما هو الأفئدة وغاية أمل المؤمن الذي أنار الله بصيرته وشرح صدره ولكن الحج والعمرة شأنهما شأن سائر أعمال الإسلام لهما ظاهر وباطن يجب أن يجتمع جميعا حتى يتحقق للعبد المؤمن مقصوده من أداء ما افترضه الله عليه وحتى تتحقق له براءة ذمته مما أوجبه الله عليه وحتى يحوز هذه الأجور ويفوز بهذه المكاسب والأمر الظاهر في عبادة الحج والعمرة هو الاستعداد والخروج والإحرام من الميقات والتلبية وأداء المناسك من الوقوف في الحج في اليوم التاسع بعرفة ثم الدفع إلى مزدلفة ثم إلى منا ثم بعد ذلك الطواف والسعي وما يتبعهما كما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله لتأخذوا عني مناسككم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وكذلك الهدي لمن كان عليه هدي في حجه هذه الصورة في مجموعها من أولها إلى آخرها هي الأمر الظاهر من هذه العبادة ولكن الأمر الباطن الذي لا بد منه والذي لا تصح هذه العبادة مع كل ما فيها من البذل والصبر والتعب ولا يحصل لمن يؤدي النسك أجره وخيره وبره إلا به هذا الأمر هو الإخلاص لله وتقوى الله التي لا تزكو أي عبادة إلا بها وعلى الأخص عبادة الحج فإن الإنسان قد يؤدي العمل الظاهر للنسك ولكنه يقصد الرياء أو السمعة فلا يكون له حظ من عمله إلا التعب والنصب وخسارة المال وكذلك قد يؤدي العمل على غير وجهه أو ينقص منه أو يقصر فيه فيضيع عليه عمله كله أو بعضه والآيات والأحاديث الدالة على أهمية مراعاة جانب التقوى كثيرة في مواطن متعددة منها ما يتعلق بحق الله بعبادته عبادة خالصة ومنها ما يتعلق بمعاملة الخلق ومن أمثلة ذلك أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالتقوى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ومما يزيد من أهمية التقوى ويظهر مكانتها أن الله أوصى بها عباده الأولين والآخرين ولقد وصينا وقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وكل نبي من أنبياء الله أوصى بها أمته ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم وصى أمته بذلك كما جاء في الحديث أوصيكم بتقوى الله وأهل التقوى هم أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ومن هنا نتبين أهمية التقوى في قبول الأعمال وحصول ثوابها وبركاتها وجماع معنى التقوى أيها الإخوة في مراقبة العبد ربه في أحواله كلها أمرا ونهيا فيفعل ما أمر به موقنا بحق الله عليه في أداء ما افترضه عليه ومعرضا عما سواه فيما يعمل ويترك ما نهي عنه وقوفا عند حدود الله إيمانا بحق الله عليه في الاستجابة بالكف عما نهي عنه يقول الإمام بن القيم رحمه الله وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا فيفعل ما أمره الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده ومحل التقوى هو القلب كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره الشريف ثلاث مرات بأن يقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه الإمام مسلم فالمعول عليه بناء على هذا هو ما في قلب العبد المسلم من تقوى الله وخشته ومن رجاء ما عنده إن هذا الأمر أيها الإخوة أهم من العمل نفسه لأنه محل نظر الله إلى العبد كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا يدل على أن صحة الأعمال وثوابها إنما هو بنية التقرب بها إلى الله وهو الأمر الذي تتحقق به التقوى لأن القلب سيد الجوارح فإذا استقر هذا الأمر الحسن في القلب فاض ذلك على الجوارح وإذا فاض على الجوارح استقام العمل فقبل عملها وإذا اختل أو اختلف لم ينفع عمل الجوارح جاء في حديث النعمان وذكر في عنوان هذه المحاضرة من قوله تعالى ولا كي يناله التقوى فإننا نجد أن للتقوى في عبادة الحج شأنا عظيما حيث ورد الأمر بها والتنويه بشأنها في ثلاثة مواطن من هذه العبادة أولها قوله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب وجاء قوله تبارك وتعالى في شأن الهدي والحث على حسن اختياره وابتغاء الثواب من الله في ذلك قوله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وورد ثالثا قوله تعالى في شأن التعجيل أو التأخير في الحج في مسألة النفر بعد انقضاء النسك فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون وحسب المؤمن الذي يرقب الله في عمله ويرجو رحمته ويخاف عذابه بهذه العناية الإلهية بشأن التقوى في الحج حسبه بها كفاية عن التطلع لأي أمر آخر فقد صاحبت هذه الشعيرة في أطوارها آمرة ومذكرة ومحببة حتى يتنبه المسلم الحاج لهذا الأمر العظيم الذي به ملاك أمر عبادته فلا يفرط فيه ولا يستهين بشأنه ونجد من بداية التفكير في الحج والاستعداد له وهو الأمر الذي لا ينفك عنه سفر ولا يهمله عاقل نجد أن الذهن يسرع إلى المألوف الذي تدعو إليه طباع البشر وتؤكده الأحوال والأعراف من أخذ الأهبة وترتيب الأحوال لما يستقبله المرء من السفر والحاجة إلى المؤن والمركب ونحو ذلك وهو أمر حسن لا يخالف الشرع ولا ينبع مقتضى العقل فيأتي التذكير الإلهي لمن شرع في التزود بأن الاهتمام بذلك لا حرج فيه بل هو أمر محبوب مندوب إليه حتى لا يتعرض المسافر وهو بعيد عن بلده وأهله لمتاعب ومصاعب لا يملك لها دفع وحتى يستطيع تحصيل بغيته في الوصول إلى البقاء الطاهرة وأداء الشعيرة التي يتمنى كل مسلم أداءها لكن الأمر الأهم والأعظم الذي لا بد من توجيه العناية إليه وتحصيله في مرحلة الاستعداد هذه هو ما ذكره الله بأنه خير الزاد أي أفضله وأكمله ألا وهو التقوى ولا بد أن يراجع العازم على السفر نفسه ويسائلها عن سبب عزمها على ذلك هل هو المسايرة للناس أو الرغبة في الاطلاع على البلدان والتعرف عليها وعلى أهلها أو كسب مدحة الناس في بلده وعند من يعرفه بأن يلقب بالحاج والذي يشعر عند عامة الناس بالثقة والتقدير لشخص من يلقب به ويدعو للركون إليه والاطمئنان إلى حاله ونحو ذلك كل هذه الأمور لا يبعد قصدها من بعض الناس فهل يقف الحال عند ذلك أو لا بد لهذه الشعيرة التي افترضها الله على عباده من المؤمنين من الرغبة في تحصيل الثواب ومغفرة الذنوب ورفعة الدرجات ولا شك أن قصد الثواب هو غاية المقصود عند أهل الإيمان وهو خير ما يتزود به في هذه المرحلة كما بيّن الله جل ذكره فإن خير الزاد التقوى فالتقوى هي ملاك الأمر وعندما يفد الحاج إلى هذه الديار الطاهرة وعندما يشرع في أداء الحج فإنه يتنقل من شعيرة إلى أخرى حتى يستقر به الحال في مشعر منا بعد عرفة ومزدرفة ورمي جمرة العقبة فيصل إلى ذبح الهدي إن كان متمتعا أو قارنا لأن هذا من واجبات الحج في حقه كما أنه يمكن أن يكون متطوعا بالهدي إن حج مفردا وهنا يكون الحاج في مرحلة الهدي بين أمرين أمر ذبح الهدي لإتمام واجب العبادة والذي يمكن أن يتحقق المقصود منه بذبح أدنى درجات الكمال وهو ما لا يبعد الاستمساك به والوقوف عنده بما تمليه الطبيعة البشرية في الحفاظ على ما لديها من المال فتدعو الحاج إلى عدم تجاوز هذه المرتبة إلى مرتبة أعلى منها وبين أن يتخير الأفضل والأحسن والأكمل حتى وإن كلفه ذلك قدرا زائدا في ماله أكثر مما يتحقق الوجوب به وهو الأدنى وتأتي أيضا وساوس الشيطان وتسويلات النفس لتصرف الحاج عن اختيار الأفضل والأكمل لهديه وأن يقصد به وجه الله وتحصيل الأجر والمثوبة فإنه لن يصل إلى الله ولن يكون محصلا لثوابه دماء هذه الهدايا ولا لحومها وإنما الذي يصل إلى الله ويكون بمنزلة القبول منه إنما هو الإخلاص في العمل وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى وقد كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا هداياهم لطخوا بعض أجزاء المسجد وبعض جدران الكعبة بدماء هذه الهدايا إشعارا منهم بأنهم قد أدوا ما وجب عليهم وقد يكون في ذلك ما يدعو إلى التفاخر ولكن هنا لا بد أن يتأكد الإنسان المسلم الذي يؤدي هذه الشعيرة شعيرة ذبح الهدي أن المقصود التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإذا كان كذلك فإنه لا بد أن يسعى على قدر استطاعته لتحصيل ما يؤدي إلى القرب من الله ورضوانه وقد جاء في كتاب الله الكريم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإذا صنع العبد بذلك فإنه يخرج عن دائية طبعه وشح نفسه طمعا فيما عند الله وعندما يكمل الحاج نسكة فإنه يتهيأ للمغادرة عائدا إلى بلاده وقد بيّن الله في كتابه الكريم أن الحاج بوسعه أن يتعجل الانصراف بعد مضي يومين تاليين ليوم العيد وبوسعه أن يتأخر اليوم الثالث كما قال جل ذكره مخاطبا حجاج بيته واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فليست العبرة إذن بالتعجل أو التأخر في النفر من منا وإنما العبرة بتقوى الله في هذا الأمر في التعجل أو التأخر لأنها هي الأمر المعتمد الذي يوصل إلى رضوان الله لا التعجل ولا التأخر في حد ذاته وكل ما تقدم يؤكد الحقيقة الجلية الواضحة وهي فضيلة التقوى التي إن سعى إليها العبد وحصلها فاز ونجا وكان أهلا لمرضات الله وإن فاتته لم يستفد من عمله ولم يكن له نصيب منه إلا التعب والخسارة فلا اغتر أحد بعمله ولا بكثرته فإنه لن يصل إلى الله منه ولن يكون نافعا للعبد إلا ما كان مبعثه ورائده تقوى الله فيا فوزة من وفق لذلك فإنها سعادة الدنيا والفوز في الأخرى بتقوى الله منه بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وحصل ما قد رجاء ومن يتقى الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا اللهم اجعلنا من المتقين وكلل أعمالنا بالقبول وارفعنا عندك أعلى الدرجات وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين